اهم اهم انا مثلا انا بحبك و بحب ابتسمتك فمش عايزة اغلس قوي يعني حكي زي ما انت عاوز هو الحقيقة اه يعني انتوا بتعاقبوا فاتحاد الكورة بس لا يعني انا وجهة نظري و انا بطرحة قدام حضرتك و عضراتك طبعا تقومها وتقول لي صحة ولا غلط لا انا شايفين انتوا ما بتعاقبوش بالشكل الكافي انا ديكتاتور بقى سيدي شوية معنى الشعب بس في النهاية ال 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 من أمن العقاب دي قاعدة كنا نتعلمنا من أمن العقاب أسأل أذب تمام لا في ممارسات يعني احنا دلوقتي عندناش جمهور ففاضل بس اللي موجودين عناصر اللعبة سواء لاعب سواء حكم سواء مدرب أو جهاز فني سواء مجلس إدارة كلام محترم أنا عارف أنه لسه القانون مش عارف ده حقيقة لا لسه ما عندكوش سلطة قوي على مجلس الإدارات ولا مش عارف حاجة تصحح ليه صح صح حتى الآن اتحاد الكرة ليس له سلطان لا بالثواب ولا بالعقاب على مجلس الإدارة ورؤساء الأندية ده حتى الآن ومستقبلا يعني مفيش جديد لا لا فلهليش معاي كده حقولك كمان شاب مستقبلا دي تعمل إزاي طب بيش لكن حتى اللحظة دي تمام مالكوش سلطان مفيش قانون يحاسب من قبل اتحاد الكرة رؤساء الأندية ومجلس الإدارة تمام صح فدي خليهم على جمع بقى عناصر اللعبة بقى من لاعبين وأجهزة فنية لا يا كابتن ساروات يعني مش عايزة أقول فيه شوية استسهال كده في العقوبات لقى مفيش ردع فيه جرائم بترتكب في الملاعب فيه أفعال بتقته وفيه ألفاظ بتتقال وفيه اتهامات بتساق لناس والعقوبة أنا في رأيه وهي ايه مطشين ولا تلاتة خصوصا بقى لما يكون متكررة بنفس الشخص للمرة 712 ألف بعد المليون طب مرات عيجي إمتى حفضل برضو كل مرة دينه مطشين تمام أنا خلصت سؤالي خلص وما حبيتش كمان أقولها اسمع عشان ما حرجاكش لا خلص بالعكس بس أنا أعزو لحاتك على حاجة فين فين الوضع اللي في مصر اللي القانون بيبقى متشدد على الجميع يعني فيه استثناءات وفيه مجاملات مش الكرة بس للأسف عندك حاجة مش الكرة لكن أعزو لك وعلى فكرة أنا باحترم المجد ده عشان بيقول حقيقة ممكن يقول لي لا لا ما عندناش الكلام ده وكله مش عارف ايه بجد لكن برضو أعزو لحاتك على حاجة كل حدث بيقابلوا قرار وبالتالي برضو خلي بالحاتك احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان الحكم احنا كل احترام لحكام مصر ويمكن أنا كنت دايما أقول للحكام انتو اللي بتسير لنفسكو حكام محترمين جدا لكن بتشوف انت بنفسك بعينيك كده تامر به فماتش كورة الحكم بتزق الحكم بيتهان وتيجي تبص التقرير اللي الحاجة عامر حسين بياخد قراره ما بيلايش حاجة مكتوبة في التقرير الحكم ما بيكتبش نفس تقريره أنا بقول لي حاتك الحقيقة فمتيجي انت حاتك تقول لي قادي بص كيل بمكالين أنا شايف بعناي فلاني الفلاني ده المدير الفني شتم الحكم وفي نفس الوقت كان فيه مدير فني قبل كده شتم الحكم بس خد 8 ماتشات وده ما خدش غير ماتشين انت لجنة المسابات أنا مش مجاملة لعامر حسين عامر حسين من الشخصيات المعرفش جامل حد حتى ولاده لكن هو برضو تقريره أو قراره بناء على تقريرين تقرير الحكم وتقرير مرائب المسابات لما ما يكتبش المرائب المسابات ودائما برضو خلي بالحقاتك مرائب المسابات ما بيكتبش إلا ما بيحصل تنسيق بينه بينه بين الحكم حجم يقول له أنا تعرضت الكذا كذا لو سمحت تسجل ده في التقرير أو خلاصاً الموضوع ده عديه عشان المطشة عدي والدنيا تمشي الدنيا تمشي دي طب هو الحكم هنا قال لي برضو فكر معك بصوت عالي يا سلوطبي الحكم هنا بيعمل كده ليه يعني أنا دلوقتي حكم ولعيب سبيني ولا زقيني ولا مدرب برا شتمني أو زقيني أو عملنا أو كذا أو حصل أي نوع من الواع المخالفة هل أنا مثلاً ما بكتبهاش طبيعي أن أنا أكتبها لأن أنا عايز اللي عمل فيها ده بدل ما يكون حقي بدراعي توقع للعقومة تماماً ما بعملهاش عشان ما يتقلش أن أنا حكم عملت مشكلة في المطشة وبتاعفت بعد كده يعني أخد تقييم أدنى وماخدش مباراة مهمة لا وحضرتك فيه حد يسيب حقه أنت من الناس الإعلاميين اللي واحد يعني بيحترم صراحتهم ربنا يا عزك وبالتالي لازم يكون صريح معاك فضل لا الحكم برضو فيه حسابات للأندية اللي بتلعب معلش يعني يعني أنا النهاردة عاقب لعيب في نادي ملوش صغير جماهيري يبقى أسهل بالنسبة لك حكم من لعيف الأهلي أو الزمالك ودي مشكلة يعني دي مشكلة لأن حضرتك بيحس أن رد الفعل من الجماهير حتى اللي مش موجودة في الملعب من الإعلام فبالتالي هتلاقي فيه توازنات بس ده غلط يا سروت بيه أنا أقول أنا معاك وأنا مش بشكرك على صراحتك لأن ده غلط كمان لأنه لو ده موجود في دماغي الحكم ده حينعكس كمان على قراراته الفنية يقول لك أنه أنا حسبت بلالتي على الزمالك على الأهلي إعلامهم حيوجع دماغي وجمهورهم حيوجع دماغي ومدربهم حيوجع دماغي لكن لو عالم قصة ولا امبي ولا بتاع بالكتير حاسمع كلمتين وموضوع حيعدل لأنه مفيش جماهير ومفيش إعلام ومفيش بتاع